السلام عليكم ورحمة الله عبد الحق قبل ما أدخل بفروقات السيارة الهايبرد وصيانتها عن غيرها ولمن يحب سبق عملت حلقة تشرح عملوا فكرة السيارات الهايبرد وحلقة تانية مقارنة بين أداء سيارة هايبرد مع سيارة عادية من نفس النوع فدائما يوصلني شعور من خلال الأسئلة أنه في شريحة كبيرة من الناس متخوفة من شراء السيارات الهايبرد هل فيها مشكلة بالبطارية بسبب حرارة الجو أو هل ممكن تخرب بسبب الأمطار هل البطارية فعلا غالية إيش هو جدول الصيانة وهل تختلف السيارات العادية عن السيارات الهايبرد في جدول الصيانة وفين أعملها إيش نوع الزيت اللي لازم أستخدمه وهل يضر لو غيرت له زوجته كل دا بنغطيه أكتر اليوم كبداية سيارات الهايبرد أو الهجين ما تختلف سيانتها كثير عن السيارات العادية والمفروض ما تختلف طريقة تعاملك معها عن السيارات العادية سواء من تشغيل صباحي ماشي إلى الصيانة والتعامل معها بالأمطار أو السفر اللي يسري على السيارات اللي تمشي بالبنزين هي نفسها اللي يسري على السيارات اللي تمشي كهايبرد بالهايبرد في ميزات أكتر الهايبرد ولأنها بتشتغل بمحرك كهربائي منفرد أو كمساعد لمحرك البنزين فبتصرف وقود أقل وهذا بتلاحظ تأثيره بشكل كبير إذا كنت بتسوق داخل مدينة وهنا نصيحتي لأفضل نتائج استخدم نظام الإيكو لا تقوم بقوة بالسيارة بل بهدوء لحد ما توصل للسرعة المرغوبة ولما تدعس فرامل ادعس بهدوء ومن بدري عشان ترجع تشحن البطارية أما لما تسوق بالخطوط أكثر فحتلاقي فرق لكنه مو بنفس الفارق لأن السيارة بالخط بتعتمد أكثر على محرك البنزين بعد سرعة 60 أو 70 كم لذلك بالخط يفضل أنك أنت توصل للسرعة المرغوبة وبعدين تثبت السرعة ولو عندك نزول نزل نمرة وخلي التباطئ يتحكم فيه المحرك الكهربائي يولد ويشحن البطارية بنفس الوقت عزم السيارة الهايبرد بالذات في القومة أكبر من البنزين لأن المحرك الكهربائي يمنح قوة كاملة مباشرة لما تدعس بالسيارة بينما محرك البنزين لازم توصل لدورات محرك عالية عشان يوصل لأقصى قوته فلما تجمع المحركين الكهربائي والبنزين يطلع معك ناتج جيد من التسارع والقوة في القومة وبعدها بالخط وعلى المدى البعيد كمان بيكون أفضل وهذا اللي أثبتنا لما جربنا ودعسنا بسيارتين كامري واحدة أربعة سلندر بنزين والتانية أربعة سلندر هايبرد وكان الفرق واضح لصالح الهايبرد يولد والله مو بطالة السيارة والله لسه ساحب متوسط عمل المحرك والجير في السيارة الهايبرد هو حوالي 70% مع أنه في دراسات تقول أنه وصلت لحوالي 50% أقصد أنه المحرك والجير ما بيستهلكوا زي السيارة اللي بتشتغل بالوقود فقط لأنه المحرك الكهربائي واللي هو بنفس الوقت جير بتحمل الجزء المتبقي من العمل فكر بالأمر زي كان عندك محركين كل واحد بيشتغل شوية للسيارة بيريح والتاني بيشتغل الفرامل كمان بالسيارة ما تستهلك بنفس وطيرة سيارات الوقود لأنه طباطه السرع بيتم عن طريق المحرك الكهربائي ويستخدم القوة الحركية لتوليد الطاقة وتخزينها في البطارية وهذا بيقلل من الضغط على أقمشة الفرامل واستهلاكها يمكن من البديه أنه نقول أنه أحد الميزات الهامة للهايبرد هو الهدوء في المشي بدون محرك وقود وحتى لما يشتغل ما فيه سيلف يشغل المحرك بل اللي يشغله هو المحرك الكهربائي بدل السيلف وبهدوء ناهيك طبعا عن الميزة الأهم واللي هي قلة الإنبعاثات من محرك الوقود أما السعر فيمكن يكون حبتين أغلى مع أنه في السنوات الأخيرة صارت أسعار الهايبرد تنافسية قريبة من سيارات البنزين بالنسبة للصيانة ما يختلف الأمر عن السيارات البنزين المفروض كل عشر ألاف كيلومتر توديها للوكيل أو لمركز صيانة معتمد وتقوم تقريبا بنفس الأمور اللي تعملها للسيارات العادية لكن فيه أمرين مهمين في الهايبرد تحتاج تنتبه لهم الزيت وفلتر الهواء التزم بالزوجة الزيت اللي توصي بها الشركة ولا تحط شيء من راسك غالبا بتلاقي 0W20 وقريبا يمكن من تويوتا تحديدا حيكون عندنا 0W16 وكمان 0W8 زي اللي في اليابان ففي الزيت في أمرين مهمين أنت تحتاج لزوجة قليلة بهذا الشكل عشان يكون عندك سلاسة بين عمل المحرك الكهربائي والميكانيكي يعني ما تبقى تشعر بنتعة أو صعوبة تشغيل لو حطيت الزيت بلزوجة عالية في المحرك لما يشتغل ويعمل الانجاجمنت الأمر الثاني أن مكونات الزيت بيكون فيها مواد مضافة تحمي وتساعد حركته كونه ممكن يشتغل ويطفي عدة مرات في الدقيقة وحسب طريقة قيادته وعلى فكرة زيت الهايبرد ترى عمره التخزيني 3 سنوات بينما الزيت التخليقي وعمره التخزيني 5 سنوات البطارية لها مروحة تبريد لأنها بتحمى لما تشتغل زي بطارية الجوال لما تشحنه بيسخن والهواء اللي داخل المروحة لازم يكون نقي ونظيف عشان لي يخرب المروحة وحطوله فلتر ويختلف موقعه من سيارة الأخرى هذا الفلتر الناس تهمله للأسف هذه سيارة عمرها أقل من سنة وماشية 28 ألف لما فكنا عشان أوريكم مكانه طلع فيه بلاوي زرقة وطلع أوسخ من فلتر هواء المحرك مع أنه سعره بسيط إلا أنه بسببه ممكن تخرب بطارية غالية فصيانة سيارات الهايبرد تكون بالطريقة التالية تغيير زيت المحرك مع الفلتر كل 10 ألف كيلومتر بزيت تخليقي لأنه أفضل وأرخص على المدى البعيد تدوير الإطارات كل 20 ألف كيلومتر تنظيف البخاخات بالذات في سيارات الجي دي آي كل 20 ألف كيلومتر تغيير فلتر الهواء وفلتر البطارية الهايبرد فلتر مكيف كل 30 ألف كيلومتر تغيير البواجة وشمعات الاحتراق بين 50 إلى 80 ألف كيلومتر حسب نوع السيارة غيار زيت الفرامل كل سنتين أو كل 50 ألف كيلومتر تغيير زيت الجير كل 80 ألف كيلومتر وغيار ماء اللي ديتر كل 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر وسيارة تيمن الأفضل أنه ينفحص على 120 ألف كيلومتر ويتغير على 150 ألف كيلومتر ولو كنتوا عايشين بمناطق وعرة أو حارة الأفضل أنه هذه الصيانات تتعامل قبل وقتها والسؤال العام هل السيارات الهايبرد هي سيارات اعتمادية؟ وأنا أقول من واقع عملي ومن واقع تجربة نعم زملائي في جدة في الرياض دبي في الأردن قطعوا فيها 350 ألف كيلومتر وللآن أمورهم تمام هذا غير توفير الفلوس عشان اقتصاديتها بالوقود لكن حط في بالك أنه البطاريات بشكل عام وبما يخص الحرارة لها سويت سبات أو منطقة عمل مثالية خلينا نقول تعطيك أفضل ما يمكن إذا كانت درجة الحرارة مثالية فلو أنت بمنطقة حارة زي دبي أو الرياض أو جدة أو باردة جدا زي كندا أو النرويج البطارية ما رح تعطيك أفضل ما عندها وبالتالي صرف الوقود يختلف باختلاف درجة الحرارة للجو زميلي بالمكتب هنا عنده كامري هايبرد 2023 يقول أنه في الصيف تمشي معاه حوالي 950 كيلومتر في التانكي بينما في الشتاء توصل معاه حوالي 1100 كيلومتر بالتانكي وهذا رائع مع أنه تانكي البنزين أكبر في الكامري العادية عن الهايبرد عدة أمور ممكن تساعد بخرب البطارية بشكل أسرع من غيرها عدم الاستخدام لأسابيع وشهور وتركها ووقفها بشكل متكرر هذا بخلي البطارية تتآكل من الداخل زي بطارية السيارة العادية 12 فولت ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب إهمال فلتر مروحة التبريد أو لو كنت توقف السيارة والمكيف شغال فترات طويلة لأن المكيف يشتغل بقوة كهربائية يستبدها من البطارية وليس عن طريق سيكل المحرك لأن المحرك أصلا مطفي ولا تنسى أن البطارية عبارة عن 30 أو 40 أو حتى 50 خلية منفصلة أكثر وأقل ما تتغير إلا إذا نزل أداءها لما تخرب غالبا قدرة الخلايا على تخزين الكهرباء بتضعف أو ممكن خلية من الخلايا تتعطل وتبطل تشحن من أساسه في هذه الحالة على الطبلون هيطلع لك رسالة بهذا الأمر وغالبا يطلع لك كود بالكمبيوتر يدل على أنه في عطل في خلية معينة الشركات ومو كلهم ما تنصح بتغيير الخلايا لوحدها بل تبيع البطارية كاملة وأنا من هذه المدرسة في 40 أو 50 خلية الموجودين كلهم طلعوا من المصنع واشتغلوا بالسيارة مع بعض بعد 10 أو 15 سنة خربت خلية تدفع قيمة فحص وقطع وأجور تغيير هذه الخلية بعد كم شهر تخرب اللي جنبها بعد كم شهر يخرب اللي جنبها قصدي العمر الإفتراضي لها واحد فالأفضل تغييرها كلها وتدفع أجور مرة واحدة وترتاح وسعر البطارية يختلف من شركة لأخرى ومن سيارة لأخرى في نفس الشركة تبدأ بحوالي 7500 ريال لكن بعضها والسيارات الفخمة من نفس الشركة ممكن يوصل لـ 20 ألف ريال وأكثر عمرها الإفتراضي بين 10 إلى 15 سنة أيضاً لقيت أنه في شركات تجارية تصنع بطارية جيدة وبسعر أقل وقوة أعلى ممكن تسأل عن الأمر وعن الضمان وهل هو متوفر في بلدك أم لا ختاماً لو حابب تعرف أكثر كيف تشتغل السيارات الهايبريد أو حلقة مقارنة بينهم حط لكم هي كلها تحت الرابط لا تنسى تسوي شيء طيب في حفظ الله وأمانه اشتركوا في القناة